السلام عليكم واشراكة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لابنائي وبناتي طلبة الصف الاول تخصص ميكانيكا اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة موضوع حلقتنا النهاردة عن مادة التكنولوجيا العامة وان شاء الله النهاردة يا ولاد هناخد مع بعض اول درس في الترمي التاني احنا الحمد لله خلصنا الترمي الاول وان شاء الله هنبدأ الترمي التاني النهاردة مع الباب الرابع بعنوان التشكيل بدون قطع يعني ايه سنقول التشكيل بدون قطع يعني اننا ببدأ اشكل المعدن بدون ما اعمل عليه عملية اجراء قطعه كله يعني ممكن اعمل عملية ايه عليه عملية قص هناخد النهاردة عمليات القص وعمليات ثاني المعادن وزوايا القص وهناخد كمان المسقاب ازاي بقدر اعمل عملية التأب وانواع المتقاب هنبدأ مع بعض كده ونقول ايه يعني ايه مقص يعني ايه مقص يا ولاد المقص اللي عندنا في البيت اللي احنا بنستخدمه عارفين شكله كلنا عبارة عن ايه عبارة عن حدين قاطعين فيهم محور ارتكاز اللي هو المسمار اللي بيبقى جامع بين الحد ده والحد ده وبعد كده بيبقى مكان او اداة بقدر امسك بيها المقص عشان اقوم بعملية القص طيب احنا في البيت عندنا بنستخدم المقص العادي اللي ممكن نقصي بيه ورق او نقصي بيه قماش او نقصي بيه اي حاجة احنا عاوزنا انما احنا يا ولاد في الورش بتاعتنا والاقسام اللي موجودة عندنا بنستخدمه الايه علشان نقصي بيه الصفايح او المعادن علشان لما يطلب مني تمرين اقدر اعمل عليه عملية القص طيب نشوف كده مع بعض المقصي ده عبارة عن ايه نشوف كده المقصات تعريف المقصات هي عبارة عن اداة لقطع الصفايح الكبير مش صفيحة صغيرة او معدن صغير اقدر ان انا اقص المقصات بواجه عين فيه منها يدوي وفيه منها آلي بيشتغل عن طريق الكهرباء وكمان فيه مستحدث منها مقصات هيدروليكية احنا هنتكلم النهاردة عن المقصات اليدوية هو عبارة عن اداة لقطع الصفايح الضخمة او الاسلاك الضخمة يعني ايه يا ولاد يعني الصفايح الكبيرة اللي مقدرش ان انا اقصها بالمقص العادي طيب تعريف بقى عملية القص احنا قلنا المقص عبارة عن اداة طب عملية القص نفسها هي عبارة عن عملية قطع او فصل ممكن اقطع المعدن وممكن اقوم بفصله نهائيا بس المعدن ايه الليينة الغير قصفة يعني ايه يا ولاد معدن قصف يعني معدن ناشف مقدرش ان انا اقصه بسهولة فعلشان كده لازم المعدن اللي اقوم بعملية القص عليه يكون معدن لين طب بتتم ازاي بالضغط على سلاحي القص واقوم بعملية القص خلاص يا ولاد ده كده شكل للمقص اللي انا بقصي به المعدن طيب مميزات عملية القص من اهم مميزات او هي ميزة وحيدة لعملية القص عدم ازالة لأي رايش وانا بشتغل مفيش اي رايش بعد عملية القص بتحصل عندي نهائيا ده شكل كده يا ولاد كطعة الصاجة هي اللي انا عندي بقصها المعدن بتاعي وده شكل المقص زي ما احنا شايفين هنا كده الحدين اللي هم دول اللي بيقوموا بعملية القص وهنا كده ده محور الارتكاز او المسمار اللي بيكون متسبت علشان اقدر افتح الفكين وهنا كده دي يد بقدر اقص بيها انواع المقصات فيه نوعين من المقصات اول نوع مقصات يدوية يعني ايه مقص يدوي يعني مقص انا بستخدمه عن طريق اليد المقص اليدوي يعني بستخدمه عن طريق اليد طب النوع التاني مقصات زات رفعة يعني ايه مقصات زات رفعة يعني مقص عندي بيتسبت على التسجن اللي موجودة او موجود في التخصص بتاعي وبيكون مزود بيد او رفعة بدأ ان انا اشد الرفعة دي واقوم بعملية القص انا يهمني ان انا نعرف ان انا عندي نوعين من المقصات مقصات يدوية ومقصات ذات الرفعة دي كده صورة ده شكل المقص اليدوي اهو زي ما احنا شايفين ده كده المقص اليدوي وهنا كده المقصات ذات الرفعة زي ما احنا شايفين دي اولاية اليد كده اللي انا بابدأ ارفعها وابدأ احط التمرين بتاعي او القطعة المعدن هنا واشد اليد دي كده الاسفل هتقوم بعملية القص نتكلم عن اول نوع اللي هو المقصات اليدوية المقص اليدوي ده بستخدمه علشان اقص بيه الالواح الصاج لوح من الصاج تمرين عندي وعايز اقصه هستخدم المقص اليدوي ولكن السمك بتاعه ياولاد بيكون سمكه صغير علشان اقدر اقصه بالمقص اليدوي وبستخدمه في الاشكال غير المنتظمة اللي انا مقدرش اقصها بالمقصات الميكانيكية يعني ايه يعني لو انا عندي عايز تمرين عايز اعمله مثلا دايرة كده هجيب المقص اليدوي وابدأ اعمل تب تمرين مربع اي شكل عندي انا بستخدمه هجيب المقص اليدوي وهقوم بعملية القص على التمرين شايفين كده ياولاد اهو ده عندنا قطعة صاج وببدأ ان انا قصها معدن عندي اهو وببدأ ان انا قصها بالمقص اليدوي بستخدمه هو زي ما احنا شايفين عن طريق الايد طيب كيفية تشغيلها كيفية تشغيلها ازاي المقصات بتشتغل ياولاد المقص عندي زي ما انا قلتلكو بيكون لي حدين قاطعين حد قاطع سفلي وحد قاطع علوي وفيه ارتكاز عبارة عن مسمار بيكون موجود كده مسكلي الحدين القاطعين دول ببعض وفيه يد هنا كده انا بقوم بعملية القص عليها اهو عندي ورقة او عندي معدن وليكن ده المعدن ودي المقص الحدين القاطعين ببدأ اقص كده ياولاد ودي كده تعريف المقص او ازاي بقوم بعملية القص اليدوي عن طريق السلاحين السفلي والعلوي متسبتين بمحور ارتكاز وبقوم بعملية القص وفيه منه نوعين المقص اليدوي ده فيه منه نوعين فيه مقص عدل باستخدمه لو انا عايز اعمل شغلة على طول عدلة او قص عدل وفيه مقص منحني لو انا عايز اخد دايرة او ارسم تمرين على شكل منحنى باستخدم معي ايه ياولاد المقص اليدوي اللي هو ايه اللي هو منحني يبقى فيه نوعين من المقصات اليدوية مقص عدل ومقص منحني نشوف كده مع بعض شكلهم استخدامات المقصات زيت الحد القاطع العدل دي كده هنا معينا ازاي بقدر اشغل المقص اللي موجود عندي كيفية تشغيلها فيه استخدامات للمقص زيت الحد القاطع العدل لو انا هستخدم مش احنا اقولنا فين وعين ياولاد من المقصات مقص زيت حد قاطع عدل ومقص زيت حد ايه منحني هنشوف دلوقتي كده العدل باستخدمه في ايه باستخدمه في قص الالواح في قص الالواح لحد سمك كام لحد سمك واحد ونص ملي ويكون القطع بتاعي عدل ده المقص اليدوي العدل خلاص نشوف كده كمان شكل المقصات مع بعض العدل والمنحني اهو ياولاد ده كده المقص العدل وهنا كده المقص ده بيقصيلي اتجاه اليمين وده هنا كده هيقصيلي اتجاه اليسار لو انا عايز اقص شكل منحني طيب المقصات ذات الحد القاطع المنحني بتستخدم في ايه احنا قلنا العدل بتستخدم في الصاج لحد واحد ونص ملي طيب المنحني باستخدمه في قطع الاشكال اللي على شك منحنيات زي ايه ياولاد زي قطع الشرايح المعدن اللي موجودة في القسم بتاعي بس السمك بتاها بيكون ايه واحد واثنين من عشرة ملي متر وفي منه فكين خلوص فيه فكين خلوص موجودين في المقص بس ما بيزيدوش عن 2 ملي متر وعند التقاء الفكين بتتم عملية القص نفس الفكرة بالضبط طيب احنا نشوف باق النوع التاني احنا قلنا المقصات اليدوية تكلمنا من اللي قلنا فيه نوعين من المقصات اول نوع اللي هو المقص اليدوي العدل والمقص اليدوي المنحني خلاص اللي هو القص المنحنيات طب احنا قلنا نوع التاني من المقصات اللي هو ايه مقصات ذات الرفع لما يولاد كان المقص العادي ده موجود وبنبدأ نقص بيه في معايد عندي بيكون السمك بتاعها اعلى اعلى من واحد ونص او اعلى من اتنين طب انا عايز اقوم بعملية القص عليه مش هقدر اقصه بالمقص اليدوي فعمل لي حاجة كده حديثة اسمها ايه اسمها مقص ذات رفع المقص ذات الرفع ده بيقصلي المعدن اللي ما ينفعش اقصه بالمقص اليدوي واللي يزيد سمكه عن 3 ملي متر هو شكله زي كده ليه فكين برضو وبسبته وبقوم زي اللي احنا كنا لسه شايفينه من شوية على الرسمة ليه يد كده ببدأ اشد اليد دي واقص بيها يبقى النوع التاني من المقصات المقصات ذات الرفع ودي بستخدمها للمعدن اللي سمكها اكبر من 3 ملي متر نشوف كده مع بعض بستخدمه في قطع المعدن او الصفيح اللي سمكها اكبر من 3 ملي متر واللي انا ما ادارش اقطعها بيق المقصات اليدوية وهو ليه انواع نشوف الاول شكل المقص وبعد كده نتكلم عن انواعه شكل المقص هو عبارة عن ايه شايفين بص يسا نقوله كده هنا كده سكين سفلي او حد قاطع سفلي وهنا كده سكين علوي او برضو بقول الحد القاطع العلوي وهنا كده زراع المقص او الرفع اللي انا بشدي بيها وهنا كده قاعدة المقص القاعدة اللي بتكون متسبت عليها المقص بيتسبت على التسجة وده اسمه المقص ذات الرفع وليه ذات الرفع لان فيه الرفع اللي موجودة هنا دي طب انواعه بقى انواع المقصات ذات الرفع عندي 3 انواع اول نوع مقص الالواح وده بستخدمه في قص الالواح الكبيرة النوع التاني فيه مقص اسمه ايه مقص ذات الرفع او مقص برفع يدوي النوع التالت مقص ذات الرفع مركب مركب يعني فيه جزء بيتركب عليه هنشوف دلوقتي مع بعض الجزء ده بيعمل ايه مشوف كده النوع الاول اللي هو مقص الالواح مقص الالواح بيمتاز او بيتميز ان قوة القص بتاعته بتكون عالية وبيقصلي الالواح المعدنية الطويلة لو عندي لوح معدني طويل عايز استخدمه هستخدم مقص الالواح وبستخدمه ليه المعادن اللي طولها لحد الف متر وده شكل مقص الالواح اللي موجود حتى هنلاقيه كمان اكبر منهم كلهم لان طبعا قطع اللوح او الالواح بتكون طويلة مقص الرفع اليدوي ده النوع التاني من المقصات ذات الرفع وده بستخدمه لو عندي تمرين او عندي مقطع طوله متين متر وبدون توقف على طول ياولاد بيفضل شغال والسمك بتاعه خمسة ملي متر وده شكل كده للمقص زي ما احنا قلنا الحدين السفلي والعلوي والزراع اللي انا بحرك به اثناء عملية القص مقص الرفع اليدوية المركب انا دلوقتي ياولاد لما اجي اقوم بعملية القص لو عندي معدن صاغ في الورشة عندي عادي انا ممكن اقص مفيش اي مشكلة عندي طيب عملي لو فيه سمك اكبر لو عندي سمك اكبر وعايز اقصه عملي ايه المقصات ذات الرفع طب لو انا عندي ياولاد اشكال داخل التخصص بتاعي تمرين مثلا على شكل مسلس تمرين على شكل مربع تمرين على شكل ايه شكل موجود عندي لو انا اقصيته بالمقص ذات الرفع العادي ايه اللي هيحصل هيتشوه المعدن عندي وهيحصل تغيير في شكل التمرين اللي موجود عندي فعمل ايه ياولاد عمل مقص اسمه المقص ذات الرفع المركب مركب لانه بيتركب عليه جزء الجزء ده هو اللي بيقوم او بقوم عن طريقه بعمليات القص للاشكال الغير منتظمة زي شكل سوداسي شكل رباعي اي شكل معدن موجود عندي وعايز اعمله عملية قص هستخدم ايه المقص ذات الرفع اليدوية المركب علشان فيه جزء متركب فيه وطبعا ده بستخدمه بيديني انتاج اعلى لو انا عايز اقص بيديني انتاج اعلى لان ما بقفش المقص موجود بيقصلي الالواح المسطحة وكمان بيقصلي الالواح اللي على هيئة اشكال غير منتظمة نشوف كده شكل المقص مع بعض بيامتاز بمتنته وقدرته في الانتاج الكمي بيديني انتاج كمي وهو مزود زي ما انا قلتلكم يسا انا قولا بايه باوالب للقص الاوالب دي بتقصلي الحديد اللي على شكل زاوية او اللي على شكل سداسي او رباعي او دائري ده شكل المقص ذات الرفع اليدوي المركب هنا كده للصفيح والفلاز المسطح لو انا عايز اقص حديد مسطح عادي هستخدم الجزء ده طب لو عايز فلاز شكلي اي شكل بقى غير منتظم هستخدم الجزء ده طب لو انا عايز اقص فلاز مستدير ورباعي الحد هعمل ايه عن طريق الجزء ده هبدأ اقص الحديد او التمرين اللي موجود عندي يبقى احنا كده اولاد قلنا ايه قلنا المقصات المقص هو عبارة عن ايه هو عبارة عن اداة لقص الصفائح الضخمة اللي انا ما بقدرش اقصها عن طريق المقص اليدوي بقصها بايه بالمقصات الكهربية انواعه فيه نوعين فيه مقص يدوي وفيه مقص ذات رفع المقص اليدوي منه كم نوع برافو عليكم برافو يا سنقول لهم مركزين منه نوعين النوع الاول اللي هو مقص يدوي عدل ومقص يدوي ايه منحني طب المقص ذات الرفع فيه منه تلات انواع مقص الالواح اللي بيقص الالواح الكبيرة مقص ذات رفع يدوي ومقص ذات رفع مركب اللي انا بقصي به ايه الاشكال الغير المنتظمة طيب عملية القص عملية القص يا ولاد مش انا عندي في عملية القص لازم يكون عندي زوايا للقص ما قدرش اقص كده او اقدر اقوم بعملية القط في القص هنا فيه تلات زوايا لو احنا فاكرين من الترم الاول لما شرحنا البنطة وشرحنا المتقاب قلنا فيه تلات زوايا مهمين جدا هنا بقى التلات زوايا ايه هناك كنا بنقول زواية القطة هنا هنقول زواية القص يبقى فيه تلات زوايا مهمين يا ولاد لعملية القص واحد زاوية القص رقم اتنين زاوية الخلوص رقم تلاتة زاوية الجرف التلات زاوية دول نكون عارفينهم كويس نشوف كده مع بعض هنا الاول هنقول ايه هو الصفيح اللي انا بقدر او الاشكال اللي انا بقدر اقصها بالمقص المركب اول حاجة هنا صفيح سمكه حوالي 12 ملي متر لو انا عندي معدن سمكه 12 ملي متر ممكن اقصه عن طريق الايه المقص المركب ده فلاز مسطح سمكه حوالي 16 ملي متر برضو اقدر استخدمه او اقدر اقوم بعملية القص على المقص المركب فلاز مستدير القطر بتاعه حوالي 25 ملي متر شايفيني اولاد الاشكال متعددة علشان اقدر اقوم بعملية القص على المقص اليدوي زاية الرفعة المركب بقدر ان انا ينتج لي او يديني خمات باكتار مختلفة نشوف كده نكمل مع بعض كمان فلاز رباع الحد سمكه حوالي 25 ملي متر طبعا دي كلها اشكال مختلفة للفلاز فيه كمان ايه بقى فلاز زاوي زي ما احنا قلنا لو عندنا تمرين على هيئة زاوية او شكل انا هغير في شكلها لا انا هنا هقصها بالمقص ده اللي هو زاية الرفعة اليدوي المركب بص يا اولاد هنا كده في الشكل العليمين ده ده كده على شكل زاوية وهنا كده تمرين على شكل حرف تي والسمك بتاعه بيكون حوالي 60 في 8 ملي متر ودي الاشكال اللي بيعملها لي المقص زاية الرفعة اليدوي المركب وزي ما احنا اتفقنا فيه 3 زاوية مهمين علشان اقوم بعملية الاص ايه هم زاوية الاص ها برافو عليكم انا شامع ناس بتجاوي زاوية الاص زاوية الخلوس زاوية الجرف نشوف كده مع بعض التعريفات ايه زاوية الاص هي الزاوية اللي بتقوم بعملية الاص اول ما مسكت المقص واجه قص بقول على طول كده بداية القص دي هي زاوية القص وهي محصورة بين سطح المقص او سطحي المقص وبتتراوح ما بين 70 ل80 درجة هنا بقى بيقول لي ايه بيقول لي لازم قبل عملية القص تكون الزوايا مزبوطة علشان اقلل من القوة المطلوبة يعني لما اجي اعمل عملية قص وامسك التمرين بتاعي علشان اقص لازم الزاوية بتاعتي ما ينفعش امسك كده وقص كده لا لا لازم اكون محددة التمرين وعرفة زاوية القص المناسبة هي ايه وابدأ اقص عن طريقها ليه يا اولاد عشان انا لو بقص بمقص يدوي او مقص زيتها رفعة هياخد مجهود جامد جدا لو انا مش ضابط زاوية القص فعلشان كده بيقول لي قبل عملية القص لازم تكون الزاوية مزبوطة علشان اقلل من المجهود اللي انا بقوم به في عملية القص مشوف كده شكل الزاوية على التمرين هنا كده زاوية القص ده الاول تمرين يا اولاد اهو اللوح المعدني المطلوب قطعه وهنا كده زاوية القص وزاوية الجرف وزاوية الخلوس وزاوية القص شايفين يا اولاد اهو ايدي اماكنهم هنا كده دي زاوية القص وزاوية الجرف وزاوية الخلوس ودول التلات زاوية المهمين لعملية القص طب زاوية الخلوس هي ايه يا اولاد هي بتكون محصورة بين سطح الشغلة وحد القط او حد القص السفلي للمقص وبتتراوح ما بين 2 ل4 درجات وزاوية الجرف هي بتتمم 90 درجة وليه بقول هي بتتمم 90 درجة لان زاوية الجرف معناها ان عملية القص حصلت بالفعل فعلشان كده بقول هي بتتمم 90 درجة كده يبقى عندي عملية القص خلاص انا انتهيت منها خلاص طيب هنشوف فيديو مع بعض كده دلوقتي ازاي بقوم بعملية القص على التمرين لو فيه تمرين موجود انا هو نشوف الفيديو كده مع بعض بصوا كده ياولاد ده مقص طبعا كهرابي شغال بالكهرباء وزاي ما احنا شايفين الحديد اللي موجود حديد مش مستوي مش مسطح زاي ما احنا شايفين اهو بصوا حتى هو بيقص اللي بيحصل ياولاد شايفين بيتغير شكل الحديد بصوا كده بيتغير الشكل ده كده مقص كهرابي هو بيقوم بالقص انا ما باستخدموش خالص يعني كده كده انا بقوم بالقص يبقى احنا كده ياولاد قلنا ايه هي انواع المقصات اللي موجودة عندنا داخل التخصص او داخل التخصصات اللي موجودة المقصات اليدوية اللي انا بستخدمها وكمان المقصات زاية الرفعة والمقص اللي احنا شفنا الاخير ده اللي هو المقص الكهرابي اللي انا عن طريقه بيهو بيشتغل كهربيا انا بس مجرد ان انا بزبط او بعلم او بشنكر التمرين وببدأ احطه هو بيقوم بعملية القص مش زي بقى الرفعة ان انا شد اليد او شد الرفعة وبدأ اعمل عملية القص طيب احنا دلوقتي عندنا تمرين جبناه وعملنا ايه عملناه لعملية قص بقى عندنا قطعة مشغولة عايزين نعمل عليها كده ياولاد عمليات اول عملية هناخدها اسمها ايه التخريم او الصقب يعني ايه تخريم ويعني ايه صقب الصقب احنا متفقين ان هو عبارة عن عملية عملية تجويف داخل الاشكال على شكل ايه على شكل استواني بيديني دايرة على شكل استواني وبيتم عن طريق ايه البنطة هنا بقى فيه نوع اخر من عمليات الصقب بتتم عن طريق اداة تانية اسمها السنبك اليدوي يعني ايه السنبك اليدوي ده يا ميس يعني ايه كلمة سنبك كلمة سنبك يا سنقولة ده بيكون عبارة عن اداة انا باستخدمها علشان اعمل ايه اول حاجة ممكن اوسع بيها تقب او اعلم مكان التقب قبل تقبه بس العلامة مش بتكون يا ولد زي الزنبا بتاعت العلام لا بتكون ايه اعمق شوية خلاص يبقى اول حاجة السنبك اليدوي ده باستخدمه ان انا ممكن اول حاجة اعمل ايه علام للتمرين او للتقب تاني حاجة ممكن اعمل بيه توسيع للتقب الحاجة التالتة ممكن اخرج بيه مسامير البرشمة لو انا عندي تمرين وفيه مصمار متبرشم او فيه مصمار داخل التقب بجيب السنبك اللي هو ايه بقى نوعه مفرغ وببدأ احطه على المصمار وبش اكون شولاد ببدأ ادي دقة كده خفيفة بلاقي المصمار نزل والسنبك التالت اللي هو السنبك اليدوي نشوف بقى الكلام اللي احنا قلنا ده مع بعض السنبك اليدوي تعريفه هو اداة باستخدمها علشان اوسع بيها او اصبط مكان موضع التقوب قبل ما تقوبها او باستخدمه كمان قبل البرشمة للاجزاء المعدنية وبيصنع من ايه من الفلاز وبيكون ليه قطرين قطر صغير اللي بيبقى فوق والقطر اللي تحت بيبقى اللي فوق بيبقى كبير واللي تحت بيبقى صغير شبه بالزبط يا ولاية زنبك العلام نشوف كده كمان شكله مع بعض اهو ده كده سنبك مفره وهنا كده سنبك يدوي وهنا ده السنبك المصمط انا بجيب اللوح او بجيب التمرين بتاعي وببدأ اربطه في المنجلة عن طريق سانة خشبي وببدأ اقوم بعملية الصب انواع السنابك اليدوية تلات انواع عايزاكم تذكرون وتحفظوهم كويس نفهمهم الاول تلات انواع رقم واحد صنبك مصمط وده باستخدمه بقول عليه صنبك علام علشان انا بحدد بيه وده بعمل ايه اولاد بحدد بيه مركز التقوب قبل عملية التقو وده الشكل بتاعه النوع التاني صنبك مفره وده باستخدمه الايه باستخدمه علشان احرق به المسمار لو انا عايز اطرد مسمار من مجغولة زي ما انا قلتلكم بابدأ احط الصنبك ده واعمل عملية طرد للمسمار وده شكل الصنبك المفرق الصنبك التالت اللي هو ايه الصنبك اليدوي ده باستخدمه لعمل التقوب اليدوية في المعادن الليينة هنشوف شكله كده عشان تفتكروا كده ده شوفتوه فين اهو يا ولاد شايفين ده كده الصنبك اليدوي الصنبك اليدوي ده يا ولاد موجود فين عارفين محلات الاحزمة لما بروح اشتري حزام وعايز ازود فتحة للحزام الحزام مثلا واسع او ضيق علي وعايز ازود له فتحة الراجل بيعمل ايه اولاد بيمسك الصنبك اليدوي ده وبيبدأ يعمل ايه بيبدأ يخرم او يعمل لي عملية طقب داخل المعدن الليين مش الحزام ده معدن الليين انا قلت الصنبك اليدوي ده باستخدمه للمعدن الليينة والصنبك اليدوي ده اللي موجود عند بتاع الاحزمة اللي هو بيعمل ايه بيعمل بيه عمليات اللي التقب على الحزام خلاص كده احنا قلنا ايه قلنا ان فيه صنبك ان انا بقدر عن طريق الصنبك ده ان انا ممكن اوسع تقب او حدد مكانه او ان انا ممكن اعمل او اطرد مصمار من مكانه في الشغلة او ان انا بتقب بيه المعدن الليينة زي الصنبك اليدوي اللي احنا شفناه من شوية هنتكلم بقى ايه يا ولاد عن آلة آلة المثقاب احنا خدنا في الترمي الاول المثقاب وقلنا ليه انواع كتير النهاردة احنا هنحدد نوعين من ايه من المثقاب المثقاب الالي هنشوف كده مع بعض هو عبارة عن ايه هو عبارة عن متقاب بيعمل بالكهرباء متقاب داخل المشغولات ولا يجب استخدام او يستخدمه الا المدربين عليه جيدا يعني ايه يا ولاد يعني ما ينفعش حد مش مدرب على مكينة المتقاب اروح اشتغل عليه اولا لازم اكون عارف اجزاء المتقاب ازاي بشغله ازاي بفصله اعرف ايه كمان يا ولاد لازم وانا واقف على مكينة المتقاب ما ينفعش الطرحة بتاعتي لو انا مثلا طالبة بنتي يعني تبقى الطرحة بتاعتي نزلة او لو انا شعري يكون شعري مفروض او لو انا ولد يكون البلط بتاعي مفتوح او البلط بتاعي يكون يعني نازل كده ومفتوح او انا لابس ايه لابس انسيال لابس سلسلة كل الحاجات دي يا ولاد بحافظ على نفسي وانا واقف قدام مكينة المتقاب دي احتياطات لازم ااخد بالي منها وانا واقف قدام مكينة المتقاب اشوف بيشتغل منين وبتفصل منين عشان لو حصل اي حاجة بسرعة اعمل عملية فصل المتقاب خلاص يا ولاد وعرف الادوات البلط بتتركب فيه وفكها ازاي والتمرين بيتثبت ازاي خلاص انواع المثقاب الالي نوعين اول نوع المثقاب القائم وده باستخدمه وانا بتقب الاشغال الزغير يعني لو عندي شغلة صغيرة عايزة تقبها استخدم المتقاب القائم ده القطر يصل الى 35 ملي متر قطر المثقاب ده بيكون الاشغال بتاعته صغيرة وهو بيمتاز باي اولاد ان انا بقدر احرك القاعدة لاعلى ولاسفل القاعدة بتاعته بتتحرك لاعلى ولاسفل فده بيسهل علي الشغلة بتاعتي فيه نوعين من المتقاب او من الصاقب الالي اول نوع المثقاب القائم تاني نوع الايه مسقاب الدف نشوف كده المثقاب القائم احنا قلنا ان هو بيقدر يحرك القاعدة لاعلى والاسفل ونشوف شكله كده مع بعضه اجزائه اجزائه جسم المتقاب وبيكون صندوق الشكل يعني الجسم ده بيكون على شكل صندوق وبيكون فيه مجموعة من التروس اللي موجودة جوه اللي هي بتحرك لي المتقاب علشان اقدر احصل على سرعات كتيرة بتصل ل 12 سرعة وزي ما احنا شايفين هو القائم والقاعدة ودي والمحرك ودي اجزاء المتقاب النوع التاني بقى ده اسمه ايه متقاب الدف متقاب الدف ده ياولاد بستخدمه للمشغولات الكبيرة يعني ايه مشغولات الكبيرة يعني التمرين الكبيرة جدا وعموما متقاب الدف ده بيكون موجود ما فيش اي ورشة انتاجية او اي مصنع بينتج خمار اللي لازم يكون فيه متقاب الدف ده لو بيستخدم يعني اي حاجة للتقب لازم يكون موجود فيه ليه لانه ليه مميزات كويسة جدا اول حاجة ان انا ممكن اقدر اعمل عليه مشغولات كبيرة يعني البنطة بتاعته بتكون كبيرة جدا طب تاني ميزة ليه ايه ياولاد ان انا بقدر اتقب اكتر من تقب في قان واحد فيه جزء كده مستدير الجزء ده بيكون متركب فيه مجموعة من الجلب الجلب دي بقدر اركب فيها اكتر من بنطة باكتر مختلفة القطر اللي انا عايزه حسب نوع الجلب اللي انا ركبتها هركب فيها البنطة اللي موجودة وبتتركب فين ياولاد بتتركب مكان الظرف بتاع المتقاب وبتربط كويس جدا واروح نازل على الشغلة مرة واحدة اعمل اكتر من تقب في قان واحد وباكتر مختلفة ممكن ايه كمان في متقاب الدف ده ممكن ان انا اعمل ايه اولاد ممكن ان انا احرك احرك المتقاب الشغلة بتاعتي ستة زي ما هي والمتقاب بقى ممكن يتحرك لو انا مثلا عندي قطعة تمرين مربعة وهعمل تقب في النص واربع تقوب هنا كده اعمل ايه بقى لازم اعود افك التمرين واشيل لا انا بحرك المتقاب واعمل التقوب اللي انا عايزها نشوف كده الكلام ده بيستعمل لتشغيل المشغولات الكبيرة بكتر حوالي يصل لخمسة وخمسين ملي متر وبيكون موجود في الورش الانتاجية زي ما انا قلت وبيمتاز ان انا كمان بعمل التقوب الميلة ان انا بحرك رأس العربة بتاعة المتقاب علشان اقدر اعمل تقوب ميلة طب اجزاءه بقى عمود رئيسي زو مقطع دائري شكله دائري وقعدة وزراعة دوران وبيتحرك عليه حركة دائرية او نصف دائرية وعربة بيتثبت بيها المتقاب على المحرك الكهرابي والمحرك طبعا الكهرابي هو اللي بيشغلها ان شاء الله في حصة المراجعة ابقى اجيب لكم فيديو ازاي بقوم في متقاب الدف يعني بطقب ازاي اكتر من تقوب في قانين واحد نشوف بقى ايه مش احنا قولنا احنا معينا قطعة التمرين عملنا ايه على قطعة التمرين اول حاجة اول حاجة جبناها وعملنا عملية قص وبقى عندنا قطعة التمرين بعد كده عملنا ايه حددنا اماكن التقوب بالسنبك وعملنا ايه استخدمنا المتقاب عشان نفضل فاكرين كده خطوات الدرس بتاعنا النهاردة ايه عملية القص اول حاجة وانواع المقصات وبعد كده السنبك اليدوي اللي ليه تلات انواع رقم واحد سنبك مصمت رقم اتنين سنبك مفرق رقم تلاتة برافو عليكو يا سنة اولى سنبك يدوي بعد كده قولنا ازاي الماكينات المتقاب نوعين مسقاب قائم ومسقاب الدف طيب انا دلوقتي عندي قطعة مشغولة وعايزة عمل لها عملية تانية أوا يعني ايه عملية التانية دي عبارة عن ايه عملية التانية ياولاد نشوف كده مع بعض عملية التانية بيقصد بها الضغط على المواد علشان اغير شكلها بضغط على المادة بادات علشان اغير شكلها وبتتم بنوعين يا إما يدويا عن طريق ايدي وعن طريق الشاكوش والمنجلة أو آليا عن طريق مكينات وبتتوقف على نوع المادة المشكلة وتخانيتها وحجمها يعني حسب المادة بقدر حدد هو انا هعمل عملية التانية عن طريق التانية بايدي عن طريق المنجلة والشكوش او السندان واللي هعمل عملية التانية عن طريق ماكينات وده كده شكل المواسير او شكل الجزء متني كيفية عملية التانية نتكلم بقى مع بعض كده شوية عن كيفية عملية التانية عملية التانية دي بعمل ايه يا بلاد انا دلوقتي عندي معدن والمعدن ده الكتر بتاعه بسيط وعايز اعمله عملية تاني يعني اتني جزء منه كده علشان هستخدمه طب ممكن اعمل ايه ممكن يا سنقولة اتنيه على المنجلة بالشكوش اربط التمرين بتاعي على المنجلة وبالشكوش ابدأ ادق عليه هلاقيه التاني ده لو المعدن ايه السمك بتاعه بسيط طب لو سمكه اعلى شوية ممكن عن طريق ايه اجيب السندان فيه اداء السندان دي عبارة عن اداء ولاد مصنوعة كده من الحديد الظهر ممكن احطها او اي نوع ممكن يعني بتختلف استخداماتها حسب النوع بقول هو بيصنع من ايه بحط المعدن بتاعي على السندان ده السندان بيبقى فيه جزء دائري كده يا ولاد من قدام ببدأ احطه فيه وبالشكوش برضو بدق عليه واعمل عملية تانية للمادة طب لو المادة بتاعتي دي السمك بتاعها كبير ايه اللي هيحصل لا انا مش هعملها بالطريقة دي انا هعملها عن طريق ايه يا ولاد عن طريق مكينات للتاني المكينات دي بتكون متحددة بايه بقى اول حاجة عملية التاني لو المعدن بتاعي تخانته بسيطة ممكن اعمل عادي تانية على البارد طب لو التخانة او السمك بتاع التمرين بيكون اكبر شوية لازم اسخن المعدن وبعد كده عمله ايه يا ولاد اعمل له عملية تانية طب بيقول لي فيه ايه هنا بقى بيقول لي ان عملية تانية المعدن دي بتعمل تغيير في ايه في حاجة اسمها اجهاد الشد واجهاد الضغط عارفين يا ولاد لما بيجوا يصنعوا الكباري ايه اللي بيحصل الكباري دي بيبقى ايه من مكوناتها او داخل الكبري دا بيكون في حديد الحديد دا بيتعرض او بيدخل لماكينات الماكينات دي بتقدر تحددلي يا ترى اجهاد الشد يعني الحديد دا يقدر يتشد ويبدأ يتفرد في الكبري دا او يتحط قد ايه النسب بتاعته ايه طب اجهاد الضغط يا ترى الحديد اللي موجود في الكبرى ده يقدر يستحمل ضغط الحد قد ايه كل ده بيدخل عن طريق مكينات هي اللي بتقدر تحددلي تقولي والله نوعية الحديد ده هستخدمها لاجهاد الشد بتاعها لحد كذا طيب اجهاد الضغط بتاعها اه برضو الحد قيمة معينة وبيقف الحديد عندها ما ينفعش ان انا اعمل له عملية شد للمعدن او اعمل له عملية ضغط للمعدن زي ايه كمان يا ولاد القفل عارفين القطع اللي هي على شكل حرف يو مقلوب دي اللي بتكون موجودة في القفل ايه اللي بيحصل فيها القطع دي بتبقى الاول ايه بتبقى الاول قطع مفرودة كده مفرودة زي القلم اهو قطع مفرودة ايه اللي بيحصل لها بتدخل مكينات يا ولاد بتروح عاملة ايه فيها بتروح عاملها على شكل حرف يو مقلوب ايه اللي بيحصل بقى بيحصل زيادة في اجهاد الشد للالياف الخارجية ههو الحديد ده بيحصل زيادة في الياف في الياف ايه الخارجية في اجهاد الشد تب والالياف الداخلية اللي هي دي بقى ايه اللي بيحصل بيحصل زيادة في اجهاد الضغط اللي جوه مش فيه جزء منها بينضغط ياولاد يبقى احنا اللي يفيدنا في الموضوع ده ان عمليات التن بتتم اما على البارد لو المعدن سمكه بسيط او على الساخن لو المعدن السمك بتاعه اعلى وايه اللي بيحصل اثناء عملية التاني بيحصل زيادة في اجهاد الشد واجهاد الضغط حسب نوع المعدن اللي موجود نشوف كده الكلام اللي قلناه ده تتم ثاني الاسلاك الرفيعة اللي هي سمكها بسيط والصفائح الرقيقة باليد زي ما احنا قلنا باستخدام المنجلة في حين تحتاج المواد السميكة لو عندي مادة سميكة لسندان وجواكيش مختلفة ولازم زي ما انا قلت يا ولاد قبل متني المواد الرقيقة تتم في درجة الحرارة العادية ما ينفعش سخنها طب الخميات السميكة بتتم ثانيها بعد التسخين وتؤدي هذه العملية الى زيادة اجهاد الشد في الالياف الخارجية تخيلوا كده شكل القفل في زيادة اجهاد الشد في الالياف الخارجية واجهاد الضغط في الالياف الداخلية وبتغير لي من التخانة بالنقص بس في الالياف مش التخانة على الشكل العام في الالياف الخارجية وبالزيادة في الالياف الداخلية طبعا عندي شوية امثلة كده يا ولاد ازاي بقوم بعمليات التاني عندي تلت مراحل بقوم بعمليات التاني فيها او تلت مهارات بقوم بعمليات التاني فيها اول نوع عندي سن الزواية يعني ايه سني الزواية يعني ان انا اعمل عملية تاني واعمل شكل زاوية طبعا يا ولاد عمليات التاني دي انا بستخدمها كتير جدا عارفين حتى اشكال التربزات اللي هي اللستيل والمرايات اللستيل كل الحاجات دي والاشكال اللي بالحديد دي كل دي دخل مكينات علشان تعمل عملية تاني وتشكل الحديد طبعا انا عايز اعمل حديد على شكل ايه ثاني زواية او حديد على شكل منحنيات كبيرة او حديد على شكل ايه اولاد او مواسير ممكن اعمل تاني للمواسير كل ده هنشوفه مع بعض تاني الزوايا بيتم ثاني القطعة المفرغة من اللوح علشان ما يتغيرش في سمكها او يحصل ايه اولاد اي خدش في سطحها بصوا بقا هنا هو دي كده قطعة المعدن زي ما انا قلت بصوا ده كده زي القفل كده بس ده طبعا واحنا بنقلبه هنا كده هو ده شكل المعدن وهو لسه ما تعملش فيه اي حاجة الشكل الابتدائي وبعد كده بيدخل هنا كده فيه قالب اسمه قالب تاني القالب ده بيكون متحدد باقتار معينة ومقاسات معينة دي قطعة المعدن اهي القطعة الطويلة دي دي قطعة المعدن وده القالب اللي بينزل كده عليها علشان ايه اولاد علشان يطلعها لي بالشكل ده شايفين هيطلع ليه هو عمل ايه هنا يا اولاد بصوا كده تنالي الزوايا دي شايفين دي كده تاني الزوايا تنالي الزوايا دي وتنالي الزوايا دي وده الشكل النهي طب تاني المنحنيات الكبيرة العملية دي بتتم على عدة مراحل عن طريق مجبس هو اللي بيقوم بعملية التن وده علشان تطلع لي انتاج منحنيات وده ما ينفعش او لا يمكن انتاجها بوسط استنبا ما ينفعش زي ما احنا عملنا كده دلوقتي جبنا استنبا وعملنا بيها تاني الزوايا لا دي ما تنفعش ده بيتم شايفين يا اولاد لان طبعا الخام كبير فلازم ان انا اعمل وفيه منحنيات فيه منحنيات ممكن جزء متني الجوة وجزء متني البرة ده ما ينفعش ان انا اعمله باستنبا التحزيز او التعقيب بيقول لي ايه العملية دي بتجرى على لف احرف الالواح المعدنية علشان تقويها عن طريق ايه بقى وتتم هذه العملية باستخدام معدات خاصة يدويا او آليا حيث يتم تشكيل الالواح الالواح دي بيتم تشكيلها بتمررها بين ضرفيلي تحزيز تدار بالكهرباء يعني ايه اولاد يعني ايه الكلام اللي احنا قلنا دا بيقول لي ان في حاجة اسمها عملية التحزيز او التعقيب التعقيب يعني اسمها تعقيب دي بتتم ازاي بيتم عن طريق درفالة ايه هي مكانات الدرفالة دي او ايه هي شكل الدرافيل دي بتكون عبارة ياولاد عن جزءين استوانتين اهو بصوا كده الجزء الاستواني دا والجزء الاستواني دا والمعدن ايه اللي بيحصل للمعدن المعدن بيدخل بينهم كده والاستوانتين دول بيدوروا عملين يدوروا بس بيدوروا ايه بيدوروا بالضغط على المعدن اهو الاستوانتين بيدوروا بالضغط على المعدن بيعمل ايه بقى بتطلع لي ايه بصوا كده اولاد اهو المعدن بيبدأ يحصل له اطالة وايه وبيخفض لي سمك دي بالزبط فكرة الدرافيل عبارة عن استوانتين بينهم المعدن بتعملي على اطالة المعدن وبتقللي من سمك المعدن وهو لما بيطول طب عملية التعقيب دي بتحصل لي يا ولاد علشان تأويلي تعملي على تقوية المعدن هقولكو زي ايه عارفين البرميل الكبيرة دي يا ولاد مش البرميل بيبقى على شكل استواني كده خلاص انا عملت عملية تاني للشكل ده وبدأت ان انا عملله لحام في بعضه في قاعدة بقى كده في البرميل بيبقى فيها يا ولاد حز كده حز تحت الحز ده هو عملية التعقيب علشان تأويلي المعدن أو تأويلي القعدة بتاعة البراميل دي بيعمل نوع كده من أنواع عمليات التانية اسمها التعقيب أو التحزيز خلاص يا أولاد؟ وقلنا أن هي ايه؟ بتدار المكينات الدرافيل دي بتدار بالكهرباء يبقى عملية التحزيز أو التعقيب بتحدث عن طريق ايه؟ عن طريق مكينات الدرفلة اللي هي ايه يا أولاد اللي هي بتدار بالكهرباء يبقى احنا كده قلنا ثلاث انواع او امثلة لمهارات التاني اول مثال او اول نوع تاني الزوايا اللي انا عن طريقه بقوم بتاني الزوايا النوع التاني اللي هو تاني المنحنيات الكبيرة ودي بتتم عن طريق ماكينات ماينفعش عامل اسطنبا زي تاني الزوايا في تاني الزوايا ممكن عاملها عن طريق اسطنبا انما هنا ماينفعش لازم عن طريق ماكينات النوع التالي اللي هو ايه بقى اللي هو التحزيز او التعقيب وده بيتم عن طريق الدرافيل وتدار بالكهرباء نشوف كده الشكل او مع بعض ده كده شكل للتحزيز في نهايات ان انا بجيب النهاية بتاعت المعدن وببدأ اعملناها عملية تحزيز او تعقيب طب عيوب مشغولات عملية التانية وطرق علاجها مش انا ياولاد وانا بعمل عمليات التانية اكيد بيبقى فيها عيوب نشوف كده مع بعض ودي مهمة جدا جدا نذاكرها ياولاد العيوب دي مهمة جدا العيب في المشغولة او العيب هنشوف العيب والاسباب وطريقة علاجه العيب الاول كسر عند الانحناء وانا باجي اعمل عملية تانية او انحناء بيحصل كسر للمشغولة ايه هي اسبابه ان انا بتني اللوح في اتجاه الياف مش احنا قالين ان اللوح لازم يعمل ايه يتني في عكس اتجاه الياف عشان ما يحصلوش عملية تكسير يبقى لازم اقوم بتني اللوح في اتجاه الياف وطب طرق تلافيه علشان اصلا تلاف العيب ده يرعى ان انا وانا بقص اللوح يكون التاني عموديا على اتجاه الالياف يعني لو عندي الالياف كده التاني يكون عموديا على اتجاه الالياف العيب التاني ثقب او صقب عند انحناء اللوح بيحصل كده تقب او يبدأ اللوح يتفتح كده وانا بعمله عملية تاني طيب اسبابه ايه تاني اللوح لزاوية حد وبضربات شديدة امسك الشاكوش وعمال ادق 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 جامد على المعدن الا يحصل له المعدن هيبدأ يحصل له عملية تفتيح او عملية او يتق طب عشان اتلاف العبدة اعمل ايه هستخدم شاكوش خاص حسب المعدن يا ولاد لو عندي المعدن بتاعي لين او المعدن بتاعي سمكه بسيط هستخدم الشاكوش بتاعي يكون برضو الحجم بتاعه بسيط اعوجاج اللوح في موضع التاني ممكن وانا بقوم بعملية التاني اللوح بتاعي اللي موجود عندي يتعوج ومعرفش ان انا اطلعه بالشكل السليم اعمل ايه او ايه هي الاسباب ان انا بستخدم شاكوش صلب في تاني لوح رقيق بجيب الشاكوش الطل اللي الصلب واروح ايه دائي زي ما احنا قلنا على اللوح طب علشان اتلاف العب ده اعمل ايه اولاد هستخدم شاكوش نحاس او خشف عادي انا ممكن اغير نوع الشاكوش حسب المعدن زي ما انا قلت انبعاج او انعواج يعني المصورة عن موضع التاني اني وانا بقوم بعملية تانية للمصورة الاقي موضع التانية بتاعها مش مزبوط او فيه كده ايه يعني اتعوج او باز مني ايه الاسباب المصورة ما تمالتش بالرمل كويس لازم المواسير عند تانيها نملاها بالرمل من الناحيتين طب ايه هي طرق تلافي العب ده ان انا بخبط على المصورة او بطرق عليها اثناء المل حتى تمتلق يعني اولاد عندنا المواسير انا عندي مصورة هاي وعايز اعمل لها عملية تانية بعمل ايه بعمل المصورة كده احطها اقفل الجزء ده الاول عن طريق سدادة وببدأ املاها بالرمل من الجزء ده املاها كويس وانا باملاها لو انا ماملتهاش كويس هيحصل زي ما احنا قولنا انعواج اثناء التانية او ان هو يتعوج ايه بقى اتلافي العب ده ازي ان انا امسك المصورة بعد ما املاها وخبط كده عليها كده علشان اخلي الرمل ينزل داخل جسم المصورة المفرغ وبعد كده بقفلها من الناحية التانية وابدأ اعمل لها عملية تانية نشوف كده الكلام ده مع بعض عملية تانية المواسير ازاي بقوم بعملية تانية المواسير زي ما احنا قولنا لازم المصورة قبل ما يحصل لها عملية تانية يتم التسخين الموضعي لو المصورة بتاعتي كترها كبير اخليها ايه اخلي فيه تسخين موضعي للمصورة علشان اقدر اقوم بعملية التانية ايه كمان زي ما احنا قلنا لازم املى المصورة بالرمل وقفلها كويس جدا اقفلها من تحت واملاها واعمل كده اخبط عليها كده علشان اتأكد ان الرمل ده دخل جوه شكل المصورة المفرق وبعدين بقفلها كده من الاخر وابدأ اعمل لها ايه عمليات التاني مشوف الكلام ده مع بعض يجب ساني المواسير قبل ان يتم التسخين لازم يعني اسخنها عند مكان التاني واملق المصورة بالرمل واقفلها قبل ما شكلها ويتم الساني يدويا او بمعدة هيدروليكية وليكن ان عندي المصورة اللي موجودة لقطر بتاعها كبير مش هقدر اعملها عن طريق اليد فاعملها بمعدة هيدروليكية وهنا كده هو زي ما احنا شايفين تاني المصورة يدويا بعد ما لقاها بالرمل لازم الاول ام لاها بالرمل والشكل ده تاني المصورة بوسيلة هيدروليكية بعد ما لقاها بالرمل برضو ملاها وهنا تني المصورة بوسيلة ميكانيكية بعد ملقها بالرام الهايدروليكية دي بتكون هي مصممة بمقاسات خاصة الوحدة الميكانيكية دي ممكن انا اتدخل فيها ان انا اركب مثلا طارة بقطر معين وابدأ اعمل عملية تني للمواسير نشوف كده في فيديو مع بعض ياولاد ازاي بتتم عملية التني على المواسير بصوا هنا ياولاد هو هنا بيدخل الاول المصورة شايفين المصورة عبارة عن شكله مستقيم بدأ يدخلها وخد المقاسات بتاعتها ومتزبطة على المكينة شايفين وبدأ يدور اول جزء اهو علشان يعمل لي اول تانية كده اهو بيبدأ يتني لي الجزء اهو ياولاد زي ما احنا شايفين شايفين كده معي دي هو عمل لي كده استنبى على الطارة اللي موجودة دي بالقطر المناسب للمصورة وبدأ يشيلها ويركب الناحية التانية علشان يعمل لي ايه علشان يعمل لي سني للجزء الاخر من المصورة وزي ما احنا شايفين ده كده يعتبر التانية بتاعي تانية دوي لان انا بتدخل فيه انا مزبط المكينة بتاعتي بس انا اللي بتدخل في التانية هو بس مش عن طريق الايد عن طريق ميكانيكي ده كده بصهم ياولاد ده كده تشغيل ميكانيكي الالة بتشتغل ميكانيكيا وانا بقدر ان انا اتحكم في ثانية المصورة طب لو عايز بقى اعمل طبعا انتاج كبير ما ينفعش المكينات دي فيه مكينات هيدروليكية خاصة بيتدخل عليها بيعملي عملية تانية بسرعة بصوا كده شايفين شكل المصورة اللي يطلع عمل ازاي اه بص ياولاد ده شكل المصورة اللي موجود اللي هي عملت عليه عملية التانية على المواسير نقول بقى مع بعض كده احنا خدنا ايه النهاردة خدنا ايه ميس يلا يستنقولها كده معايا خدنا اول حاجة خدنا المقصات وقولنا المقص عبارة عن ايه ده لقطع الصفائح وقولنا ايه كمان قلنا انواع المقصات هي ايه فيه مقصات يدوية وفيه مقصات ذات رفعة فيه كل واحد منهم انواع المقصات اليدوية فيه المقص اليدوي اللي هو العادي بتاعي اللي هو العدل والمقص المنحن طب المقصات ذات الرفعة فيه تلات أنواع مقص الألواح ومقص ذات الرفعة اليدوي ومقص ذات الرفعة اليدوي المركب فيه جزء مركب أنا عن طريقه بقدر أقوم بعمليات القص وخدنا زوايا القص اللي هم تلات زوايا زاوية القص زاوية الخلوص وزاوية إيه يا أولاد وزاوية الجرف برافو عليك يا سنة أولى كل ده خدناه في عمليات القص وبعد كده انتقلنا لإيه بقى خدنا التأب وقلنا ان التأب ده بيتم عن طريق ايه عن طريق حاجة اسمها الصنبك اليدوي ومنه تلات أنواع رقم واحد صنبك مسمط رقم اتنين صنبك مفرغ والصنبك اليدوي وقلنا كمان إزاي أنا ممكن أطرد مسمار عن طريق الصنبك وخدنا بعد كده عمليات التن وقلنا إن هي مهمة جدا لإن أنا عن طريقها بقدر أشكل خام موجود عندي نشوف فقى الأسئلة دي كده مع بعض علشان تحلوها وإن شاء الله أتابعكم في حلها تكلم عن عمليات قص الألواح المعدنية مع شرح إحداها بالتفصيل ومع رسم توضيحي لها هترسم أي حاجة مفيش مشكلة أي نوع من أنواع عمليات القص اللي احنا خدناها اذكر أنواع آلات القص مع شرح إحداها قولي إيه هي أي نوع من آلات القص وتكلم عنها بالتفصيل وكمان هنرسمها مع بعض يعني المقص اليدوي مقص الألواح المقص ذات الرفع اذكر أنواع المتقيب المختلفة مع رسم وشرح أحد الأنواع وكمان هنقول إيه هي العدد المستخدمة في عمليات التقبل اللي هما الثلاث سنابت ونقول عن عمليات التانية نتكلم عنها ونشرح كمان بالتفصيل ونوضح إجابتنا بالرسم وبكده إحنا نكون يا أولاد أنهينا حلقتنا النهاردة واستفدنا بمعلومات كتيرة جدا إن شاء الله نقدر نذكرها وأنا معيكم على قناة اليوتيوب لو فيه أي استفسار لو فيه أي سؤال وفيه متابعة لحل الأسئلة وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة وإلى اللقاء في حلقة قادمة اشتركوا في القناة